مرحبا بكم في موعد جديد مع الذاكرة موعد كما ألفتم معنا نستقبل فيه ضيفا نستقبل فيه أرشيفا نستقبل فيه وثائق تاريخية ناطقة مصادر تاريخية شفوية للباحثين لمحبي التاريخ لكل عاشق لتاريخ الجزائر موعدنا اليوم موعد حلقة اليوم تزامنا مع فاجعة بيروت فاجعة لبنان لبنان وبيروت التي وقفت في يوم مع الثورة الجزائرية برجالها بأحزابها بمنظماتها وجمعياتها بسليم الحص برشيد كرامي بفيصل مولوي بكمال جونبلاط بعبد السلام بعزل جزائري رجل أعمال معروف هؤلاء كانوا يقودون لجان جمع التبرعات للثورة الجزائرية كانوا يسندون الثورة الجزائرية ورجالها المقيمين في بيروت من إبراهيم كابويا من أعمران من فضيل وارتلاني قبلهم الغسير رحمه الله إلى آخره هؤلاء وجدوا في بيروت وجدوا في لبنان الحضن الدافع الحضن والسند وهاهم اليوم الجزائر تقف معهم سندا تقف معهم متضامنة ماديا ومعنويا بيروت فجرا يستمر الفجر منذ الفجر كما يقول محمود دلويش بيروت لك سلام بيروت لك قبلات للبحر والبيوت بيروت إصبر بيروت إن النهضة إن الإنطلاقة إن الصحوة إن الثورة تولد من رحم الأحزان مشاهدين الكرام ضيفنا اليوم أحد مجاهدي الولاية التاريخية الثانية أحد مجاهدي القاعدة الشرقية أحد إطارات السامية في رئاسة الجمهورية بعد الاستقلال ضيفنا اليوم إدريس رمضان بودلاء مرحبا بكم الحاج مرحبا بكم الحاجة مرحبا والسهلا وفيك مكرم سامح سوري نقدم شيء جهة لبنان الكريمة وفي هذا الوضع العاصبي هذا الفاجعة اللي جات من الأعداء اللي هي الصهيونية والأمريكان والغرب وفيها بعض الدول العربية اللي ما زالت ما فهمتش أن الاستعمار ما يسمح حتى الجهة الاستعمار لا يتجزع لا يتجزع ومساحة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان أيها وكما تفضل الحاجة رمضان والحاجة إدريس كما كنت تلقب أثناء الثورة التحريرية كما عودنا مشاهدينا في برنامج هنا هذا برنامج موعد المع الذاكرة نأخذ نبذة قصيرة عن ضيف البرنامج الحاجة رمضان بجلعة لكي يكون تصورنا عن مساري حياته سليما هل ممكن تطينا نبذة مقتصرة عن الميلاد والدراسة الأولية لو سبحتني خلي نكمل شيء على لبنان يعني نحن المثل العربي يقول لك رب ضر نافع أكيد الشعب اللبناني بمتقيفيه وبرجاله يعني المقاومة الشريفة سيردوا وسيندم الأعداء إن شاء الله سبارك الله نعود لتقديم نبذة مختصرة على ميلادكم ما كان ميلادكم تاريخهم دراستكم الأولية قبل انطلاق قبل ثور التحرير طبعا والله أنا محضوظ في بعض الأشياء لأن لما جاءنا نوفمبر كانوا العائلة العائلة من أخوالي وفاميلي وكذا من مشتركين في هذا الواحد يعني من بداية الواحد فكريا ماشي منه وشاركنا في يعني المجاهدين كيفاش نسيجلوهم كيفاش نديهم أنت مولود في أي سالة مولود الحاج أنا ستة نوفمبر تسعة وثلاثين ستة نوفمبر الف تسعمية ستعة وثلاثين يعني في في قرية أو مدينة مدينة مزاة تشيش في سكيك مزاة تشيش ولات سكيك دا حاليا ولات سكيك دا حاليا نعم الشمال القسنطيني يعني الشمال القسنطيني هل دخلت المدارس ولا مدينة ولا المساجد أقرنا في القرآن ككل جزائري في ذلك الوقت كأغلب الجزائري في المعمرات أو الجامعة أو كذا أحفظت حتى الرحمن وليسين الشوط لو وجاءت الثورة ضربتها بالطيارات هذه الواحدة ما هربنا قبل الكتاب الذي تدرسه فيه الدمير بالطيارات كتاب المدرسة القرآنية التي تدرس فيها فجرتها الفرنسيين بالطيارة بالطيارة الصفرة بالطيارة الصفرة كما تسمى أنا أيضا في فاتح نوفمبر 1954 كان في عمر 15 سنة كيف سمحت بالطيارة التحريرية يعني كنا نسمع فيها لأن الحركة الوطنية يوصلون قبل الثورة التحريرية كان يوصلون كان عندي خالي عم يما من الناس الناشطين مشاركوا مع جماعة المنديس ومشاركوا في الحركة الوطنية ما تقدر تذكرنا اسمه قروط سماعين نعم قروط سماعين نعم واستشهد في مارس 62 مارس 62 يعني قبل الوقف إطلاق النار وقف النار دي جابداء ما زال أسبوع ولا وتحد أهم كيف يفضلوا الظاخرة من المات نادقفوا وريح لهم ضربوه قتلوه رحمه الله ما حكموهش أحداث أهم أهم ما يضطور في بداية كانت أحداث عشرين أوت خمسين وأنت بيعتيبارك من أبناء المنطقة كيف عايشتها وهل شاركت فيها ككل الشباب كنت في عمرك 16 سنة نحن نشاركنا بالحركات يعني نروح نزيل الرسائل نشري الأشياء لما يشري وهي الكبار يخافوا ويحكموهم الإصان صلوا كذا وكذا والرسائل ندير للرسائل من كل جهة وفي الأحداث عشرين أم كل أحد يعني هو زيغوذ يبدأ في الناحية وكل يومين ثلاثة يمشي لجهة يمشي لجهة ومنها نكمل الواحد كل واحد يدير الخبار لهذا يدير هذا تتعاملت مع الزيغوذ شخصيا ولا يعني التقيت بيه يعني كما قولك كنت من الأقراب الإهلا ولكن لما يكون تمت نروح ونشوف يعني شاهدت شاهدت لاش ما شاهدت حتى لما رجع من الصمام يعني حتى بعد ما رجع كان غضبان على كل حال قال التورة الاستيقلال نستقل والتورة انتهت في هاد مشهورة يعني يعني تسمحتها شخصيا نسمحتها وفينا وفي كي أن السلاح ما عندناش يعني باش تتجند في الولاية التانية بقينا نخدمه مع واحد حتى وجد شوية سلاح حتى ونش سلاح بشاطئ وكذا وكذا ونخدمه انضميت ثم التحقل بالمكي بالعسكر بالجلال ولينا مهيكلين نخدمه القمح اللي موه ونشروه ومن عند الاخر دعم اللوجيستي ايه هذيك باش نمده الولايات الالبعيدة مثلا الثالثة وشبعات الشيخ الثانية بعد وكذا نعم ومثلا ضممت للجناح العسكرية مباشرة هيكلت رسميا يعني هو اللي تهيكلت في آخر ستة وخمسين ولكن عقف عفو ستبع خمسين ومن بعد مشينا للشرق آه قافلة السلاح قافلة السلاح مشينا السلاح كانت القافلة السلاح هذي كانت حجم مفروش يعني انطلقت حجم مفروش من المفترض كانت من أكبر القوافل اللي عرفتها الولايات وحتى ثور الجزيرة ربما كانت فيها أكثر كانت معروفة بالعجد الكبير من الآضاء القافلة وكانوا أغلبيتهم عزل من السلاح ما نشفى عملك تخصيط اللي كيف هذي كان يعني أكثر من 200 أو 800 أو أكثر هو كيروح المجاهدين يجيبوا السلاح المستقل التونس يعني تونس وصبح السلاح يجينا بكترة يلموا مثلا كتيبة أو مئة شخص أو كذا يعطيهم السلاح المدني هذا خمسة يكون عندهم وحدة بركة يعني بندقية صيد أو بندقية صيد ولي اللي عنده وشي كان يدي آلب أشي ولكن نحن نمشي في الليل سي دير السلاح بهذا الحراس بركة بيش بش البعركة أو معركة وصلت لتونس بعد مسير كم عشرين يوم شهر ورحبت أول سبت أول فيفري 58 وصلنا حوالي 16 أو 17 وصلنا فيفري فيفري آه يعني كان ما شرح حوالي 15 14 أسبوعين وصلنا للحدود في وانزع وانزع ولي شيتاء وعراء وجوع وقعد يعني وصلتم من هاكين هل كلتا حاكين وصلتم لتونس التعاقتوا بمراكز تدريب ولا مباشرة نسل يحتم وعدتم لا وصلنا نجاو بعد أسبوع أجابون الفراملة أو طب كائن مرضى كائن مجروحين كائن كذا وقعدنا ارتاحنا هاكذا حتى وجدونا صلاح يعني ما تدربناش يعني ضربنا غير أصلاح لما نعرفوش من المدربين ماش مدربين يعني يجيون ماش في مركز تدريب ولا خرجنا بعد آخرجنا في آفريل نمعتم إلى الداخل ها فينا عايدين للداخل في قافلة جديدة كم كان عدد عدد عضاءها الكتائب كانت حوالي حوالي ستة سبعة ستة كتائب يعني ستمائة شخص أو أكثر كتب كتب في مية وخمسة وثلاثين حوالي حتى تقريبا تسعمائة شخص حاولت تدخل في وقت واحد لا عبد جبال الله يبرك أنت عصر لا نقصد ما كنت قافلة عدة قوافل لا عدة قوافل باتصال نعم في وقت واحد في وقت واحد وهل كل قوافل قدر تدخل للداخل اللي دخلوا الظل هو اللي دخلوا زوج لولين هذو كمالي شوال خربطوا لا خربطوا للبرنامج لما دخلوا واحد فراسة دخلوا يعني قبل وقت محدد تقصد غمطة يعني مش يعني عمدا نعم نعم وبقعت هالأمور حتى المعركة دابت ثلاثة 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 الماشينادي كما اسمي طار يعني والمعركة الكبيرة ثم كانت في جبل سيدي أحمد واسمه أبو صالح ويلان جبل سيدي أحمد ويلان ويلان لمو شبني صالح جبل بو صالح ميش أبو صالح ميش خطر هذا بني صالح في جهة الشمال جدا نعم حد الكلمة الطرف نعم وهي الضربة كبيرة في سوق هراس وشرق سوق هراس يعني كانت كانت استمرت أسبوع كامل ثمين يام ثمين يام باش خرجنا بعد عدتوا إلى تونس عدنا أحمدنا حد أغرديمون بعد طلعنا كل القوافل كل القوافل كل كتائب عزت على لا عزت دخلوا زوج زوجت هذو كل أولين اللي دخلوا كانت دنيا هادئة شوية واش من دخلوا الولاية الثانية هما ثانية الولاية الثانية هو العالم والثالثة واحدة واحدة الثانية بعد ما عدتم هل حاولتم مرة أخرى ومن ضممتم إلى مركز تدريب لما لما رجعنا قاعد قاعدنا 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 حلفية حلفية مركز تدريب 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 مهم قرب كاف أيوة جابوا أن كان قاعد المركز عبدالله بوتر على الله يرحمه نعم بعد جابوا ناس بالدربين ومن بعد كلفوا سليمان هوفمان سليمان هوفمان الحد سليمان هو أحد الضباط الفارين من الجلس الفرنسي عام 1958 نعم ولكن كان أفاد الثورة بكثير أنت كان عندك كنت مقرب جدا من سليمان هوفمان وكان يحب يعيش حياة خافية كان يتجنب الإعلام حياته كامل كان المستشار عسكري البومدين في حساء أثناء الطبرة أو حتى بعدها كان مقرب منه كثير سليمان هوفمان كانت عنده نشاطات في إفريقيا باسم الجزائر يدعم حركة تحرر أنت بأنه كنت مقرب منه وشتشاهدتك على سليمان هوفمان ونعود يعني سليمان لما تسمع الناس يهضر عليه تقول هذا أقول ولكن لما تقرب تقرب هذا ملايكا يعني إنسان متوضع ما يضم مش حتى واحد شديد في التدريب كما قال عنده يعني فكرة عسكري بيعتم معنى الكلمة عنده تنظيم درب الفلق هذا ولما زاد في الميدان هزنا من قنح الفايا للحدود تاع بوحجار ريحنا سبوات ما نزيدونا تاكسيك تاع المكان وهجمنا على عين الزناء معركة عين الزناء شاهر هو قادها سليمان هوفمان قادها سليمان هوفمان وبن سلم عبد الرحمن بن سلم قائد المنطقة الشمالية في السكتور تاعه يعني في الناحية تاعه تحكينا بسرعة يعني على أطوار معركة عين الزناء لأنه هي أشهر معركة تقريبا هي معركة سقهراس في القاعدة الشرقية قبل تأسيس الأركان على كل حال هذي يعني يعني بكر كين مسؤولين يبعتوا الناس على كل حال الشهادة لله سليمان وغفمان وبن سالم دخلوا معنا في المعركة رأس قوت نعم في المعركة هجوم على مركز يعني ثقنة كبيرة مركز التعمالي تاكن تاكنة كبيرة وفي نفس الوقت عندها مكان استراتيجي كل الكتائب التي تمر عندها لتكشفها من بعيد يعني من هار حطمناها كانت انتهت يعني كم دم الهجوم على مركز عينزانا على المهجوم الحقيقي كان حوالي ساعتين ساعتين ونص اقتحنته اهو كانت هذك الهجوم الثورة غنبت أسلحة نوعية يعني نظن حتى مدافع لها لا فيها بازوكا أمريكا بيتشاكا فيها في سلاح لمس يعني نعم وتنظيم عسكري بن سالم يعني بطل عظيم رحمة بن سالم هوفمان مخطط يعني من طري التيراز الرافيع يعني الجيش يعني ولا تدريب تدريب يعني جيش تقليدي مولاش يعني وتعرف وعرف كيف تحارب الطيارة وكيف تحارب الدبابة وكيف تحارب يعني كانت عادكم أسلحة نوعية كذلك بازوكا نوعية نوعية هي الحقيقة من دالخرة جاءت سلحة أكثر بس وصلتنا غير الدوشكا الدوشكا هذي خبركة الدوشكا فقط لو كان جاء سلحة لأخر كنا فرنسا ما نخلي ما نخليه هاش في سائفه نعم كان يخصكم الأسلحة مضادة الطيارة نوعية نعم اللي عاد يخافوا منها الطيارة والله هذي كل اللي إن شاء اللي إن شاء قريري يعديو هكذا ويحاربو شغل بين السيلانات نعم منطقة فراغ منطقة فراغ نعم تقدر تحكي لنا الصيارة اللي كان بين ضباط مجاهدي الداخل خاصة ضباط سوق أهراس وتبس وليه الأولى المنطقة السيدة وليه الأولى ومنطقة منطقة شرقية منطقة سوق أهراس قلمة التالطرف مع بعض ضباط القادمين من جلش فرنسيا الفارغين من جلش فرنسيا في 58 أو حتى بعدها كان شناءان وكان خلافات كثيرة وكان عصيان وكان حتى بعضهم عصيان عسكري مسلح كما علي حنبلي وغيرهم هو شوف وش هدتك هل كان له ما يبرره هذا الخلاف وحساسيات شخصية فقط لا هي أشوف هي كين بعض بعض الأشياء ولكن مش كما الزخم اللي راميها عليها مثلا هي كانوا في في البداية قبل ما تنظف هذه الأمور كانوا خلاف بين عراش شبه عراش ميش ونما واحد ونقولنا ودخلوا دخلوا المجاهدين من كل البلايات والبلايات الثالثة حتى من الوريات زادوا جاو يعني لبعض هلات قاعدة هذه في 58 بات أسيس الكوم هي تقدر تقول من نصف 58 لمطلع يعني بات أسيس الكوم تعين محمد سعيد قائد المنطقة شوف دي طمعت والتع القاعدة الشرقية الشرقية نعم هو من قبل هو قبل المعركة هذه قبل المعركة تعين زانا كان قائد المنطقة الشرقية نعم نقصد تأسيس الرسمي وعدد من نوابه كان ثم بدأت الخلافات بدأت المشاكل هو الخلافات هل في الفيلق التي كنت فيها نظن الفيلق الأول سماوها ديدوش مراد ومن بعد بدلوها بطيان وطنم من منطقة المستقلة نعم هل في الفيلق في البطيان حدث هذه المشاكل بين ضباط فرنسي وضباط جليل كان بعيد عن المشاكل خاصة النور قائد بن سالم أو أشهر قائد المنطقة درحم بن سالم هو كان ضنضاب الصب مبكرا بالطورة ويحظى صمعه من الطرفين هو منذ البطل الكبر على فرنسي نعم كان مقاجي وحارب في الفيتنا وحارب في كده ولكن نهار جهنا هم جابوه لأن القاعدة الشرقية والتي تشوك لفرنسا جابوه على أساس لكي يقضي على المجاهدين وإذا بمركز حطبه وحطب الخوانا وجاب وجاب محلميات عسكري وصيل العجب لهذا كان يحضب بثيقة الضباط الفرنسيين يعني خازنزار بوتلا زرقيني سليمن هوفمان وغيرهم يعني شوف وثيقة المجاهدين الداخل يعني اللي كانوا طهر سبيري باختصار باختصار نعم أحنا أحنا كما قال وحد الضباط هي اللي تعرف كلش نعم أحنا كما جاهدين شباب شباب عارفين كل واحد وش طبيعا وفي تقديرنا وفي ملاحظتنا الضباط فرنسا ممكن كين عشرة مار اللي ما نطيقوش فيهم وما نقولش لسم تعال ما همش صينف واحد يعني هما أصناف أقسام قلوبنا ما قبل سمش نعم هما نقول ما تسميهم ما تسميهم ولكن سمينا اللي ترتاحوا لهم وكتوا تفاعلتوا معهم أول شوف بن سالم أب يعني مكاش واحد يا أولادي يعني رحوا معركة هو معنا نعم فتاكين يقول لي من المعركة يا أولادي كمانتو ما ممكن يلوش هيدا كمانتو يعني انت تقول لي كما قررت تشوفوه نهزو في ظهري من بش يعني يعني نعم غير غير بن سالم و هوب من كان كان ترتاحوا لهم كان شهيد على كل حال وهذا كان تعلمت ما تشهد آه 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 هو من من جهة بين الصيف والبرج قط أحمد أحمد والله البارح بارك ما نتكر فيه نتكر إن شاء الله آه 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 المهم بعد تأسيس هيد الأركان يعني بعد المشاكل هذه تأسيت هيد الأركان في أواخر تساعة ومتين بداية ستين يعني جوم في ستين يقول دهواري بومدين ويساعد وليم جلي لو سمح لي أنه كان نديروا مركز أو شيء آخر إحنا لما رجعنا من هذيك ما قعدناش من الداء وتأخذ الخلاف تعالي كومبلو تعالي كولونال نعم يعني ما سميه بمؤامرة العموري أو حاول تنقلاب أو إلى خيرين وهذيك ثبت مشاكل خاصة عواشرية أو مشرف مسعودية وغيرهم كائن هذو وكائن غيرهم نعم كائن هذو وغيرهم وإحنا وإحنا رحنا على كل حال كيو بالعين الزين أمنا قاعدنا حرفية الدونة لخطرهما كانوا في غرديمة وفي الجهادي وفي الكاف الدونة ووزعوا للكاف وخرجنا وكائن خرجنا للجبل للجيش هذيك وتنظمة الحق للجيش تفاهم ببعضها وطبعا هذو عقبهم لزار الشيفة وعند المخابرات وكذا وكاين يعني لغلطه وكاين ما ناش عرف يعني ما عرفناش لأن كاين في الأقصد داك لقينا وضع ولكن كل مرة تكتشف حاجة أمور جديدة نعم بعد تأسيس هيئة الأركان الأمر تبدلت وماجي أبو مدين ومنجلي وزراري و زراري ما قائد أحمد يعني كان قائد هيئة الأركان وابو مدين ويساعده ذو الثلاثة يعني قائد أحمد من الجهة الغربية من ولاية الخامسة منجلي من ولاية الثانية وزراري من ولاية الرابعة وكان نواة بتاعه الثلاثة الأمر تتعدلت ولات المشاكل بحكم بعضهم يرجح الهمة بو مدين وبعد النظر يقول وابلي أعطى للضباط منجلي الفرنسي مناصب تقنية هذي قلت بعد هالمشاكل هذي أعطر لك عليها قبل ما يجيب بو مدين المشاكل نقصد ولكن متى متى توقفة المشاكل المشاكل كل المجاكل هو قضى على كثير منها مشكل قضى على كثير منها وعلى كل حال هذي للتاريخ هو لما جاء أحكم أسبوع أو الأسبوعين الجيش عاود له التركيبة الحيكلة الحيكلة تماما عاودها له بكري كان يجيب الفاميليا تاو يجيب واحد ساكشيون فيها عشرة واحد وعشرين واحد دكدة والبطيون فيها واحد مئتين واحد ثلاثة مئة يعني هو نظم الجيش جيش عصري عصري بل العدد نتاع كل حال محدد نعم وفعن هذولا يعني اللي كانوا معه علي منجلي وسمو قيد أحمد قيد أحمد يعني كانوا يعني السد ماني على المشاكل يعني كانوا يمشيوا لجيش الحاج إدريس نواصل شاهدتك بعد فاصل قصير لو سمحت مشاهدين الكرام فاصل قصير ولاوت ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا في جزء الثاني من حوار اليوم الذي يجمعنا بالمجاهد والإطار الثاني في زارت في رئاسة الجمهورية سابقا الحاج إدريس رمضان بود الله مرحبا بكم الحاج مجددا الله يبارك فيك شكرا وقفنا عند انضباط حال قوات الجيش الحجود أو قوات الجيش الجزائري في الجهة الشرقية يعني في حدود تونسية بعد ما جاء بومدين ومساعده وبعدها بدأت عمليات الكبرى عمليات العسكري الكبرى عبر الحدود هل ممكن تذكر منها معركة ولا قبل الاستقلال يعني تكون كبيرة وكانت مساهمة كانت مساهمة كبيرة كنت ساهمت فيها المالي جاء يعني الشيلي بومدين قلب الأمور قطلك هيك الجيش بالعدد وفي نفس الوقت قبل ما يجي بومدين كان كي نروحوا للالي إن شاء الله نضربه واحد يضرب على التسعة واحد على السبعة واحد على تمانية واحد على عملي يعني ما كاش كذا شوء تنسيق في تنفيذ العملي ما كاش تنسيق هو درهم الاجتماع وقالهم ما نحبش من البحر للسحرات تضربه كيف بدأوا يعتذر لو واحد بداية قال له شوف دير قدر واش توصل وابقى بعيد عن لان شاء حتى توصل الساعة سبقت قعد واحد ما نحبش واحد يتحل يعني خطة العملية المكتوبة ما تتزاوزها زمانا ولا ما كانت وان بعد ولا يدير يدير اوامر مثلا اليوم روح اضرب غدوة روح قطع السيلان ويجيب السيلان والبطوة العميدات وفينا فيناس الوقت جمع النواب المتاعو اللي كانوا يخرجوا للجيش قايد احمد ومنجلي ومنجلي وقايد احمد ومنجلي الزراري لم يكن له حضار لا لا ما خرج للجيش خلاص يعني يعني الجيش اللي كنت فيها ما شكتوش واللي من اللي عارفون نستمع ما قال لك ما يضخل نعم ممكن تذكرنا عملية كبيرة شاركت فيها قبل الاستقلال يعني احنا في اشهر الاخر من الاستقلال شوف اكبر معركة في معرس اه اتنين وستين يعني قبل وقف اطلقنا نعم هذي هذي اللي طمع جور قسمة الجيش اه من البحر للسحراء نعم الفيلق اه الاثنين و اه نص يضرب في النهار ونص يضرب في الليل يعني ضرب متواصل متواصل الى و الكثير يضرب من جلي وكذا الشعب راه يموت في المدن لازمنا قسمه احنا كان الغارض من الضغط على الجنة الفرنسي الالتزام ولا للتوقيع ولا للتوقيع والشعب اشي اشي انا رفع معنوية الدخل انا كنت في الباب البحر نعم بقال بقال كما كانت الديوانة في التحت هذا هو باب البحر يفوت على كن عدو راحين على اللاقوش كنا تم كن كاريطة كبيرة من نسمى ما نقول لكش قعدنا حتى دوزيان مارس وقيل حتى الستعاش ولا يعني معركة متواصلة متواصلة للمنهار مثلا تحبتوش اوخرون احنا ببلك في 15 و 16 يعني قبيل وقفت لك دار بيومين و 30 يعني يعني تمني او الستي اقريب هكده معهم المنتنين الستعاش وقيل ما 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 تغسل ما تدير ما تدير تريكو نعم عارق تعرف جب ذونا اخذ خلنا في واحد اللي بلاصة هكده مقر في الغابة نعم بتاع تونس هذك ستربتولش هكدخلنا ثم فيها عين هذا واحد اللي كاف يقولوله كاف الدب فيها الواحد دوشناه ودنيه وكل وثم سمعت بواقف نعم احنا عثمانية العشية هكده وكانت اليداعات تونس ما تمشي ايش اليداعات تونس ما تمشي ما كاي واحد الاخبار احنا لابدنا المفاوضة تعتمشي اليداعات تونسية هالي علنت علنت الخبر الاول احتفلت يعني والشعب زغرت وعيت وكده وليلة هذك هما غلقوا يداعطناش الليلانك خليهم الاصبح قاعدنا واحد ثلاثة ايام قلنا واحد ما مبار ثلاثة ايام نعم قاعدنا في المكان ايضا كي جاء الترانسميسي وقال لك بومدين راه جاي جاي جانا بومدين ثم من المكان احنا كانوا واحد يراصل الوكدال لم روح ومس وكذا وقدمنا السلاح جاء تكلم تعربوا مدين في هدية قادر عنده افاصيح ويضرب كما قالوا واحد في العرق قالوا لكل حال احنا قبلنا توقيف القتال لسبب وحيد ما كاش اسباب السبب الاول ان الشعب الجزائري ما نقدرش نزيد نحط عليه شعر فوق بحر تحمل الشي اللي ما يقضر لوج ولكن عهد كمي البون وذي اللي فرضتها من فرنسا ولا ما نخلي فيها واحد وانتحت نعم ومشهرة بعدها كانت صلاة مشاكل بين قيادة الاركان وحكومة المؤقتها وبدأت الوحدات قيادة الاركان ووحدات الفيارق نقصد تدخل الداخل الفيلق اللي كنت فيها الفيلق دي دي شمور يعني لا 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 21 فيلق 21 كان ما تمركز بالضبط وين وين كان ما تمركز بالضبط هذه المعركة الأخرى هذه هل دخلتوا مباشرة بعدها عطتكم الأوامل الدخول للترب الوطني أمقيت وثم أحنا كي وسم كي عرفنا عرفنا كنا نسمع كل حالة تسمع الخلافات لا حتى المفاوضات نعم كانت قايدة أحمد وعلي منجلي تولي يبلغوكم كل بلغو قال هوا تولي يبلغوكم كل تطورات وإشاء الجيش سرطول لي لي فيلتيج هذو كنت على هجوم نعم نعم خب منك كل أسبوع أسبوعين يجي كاب بلغوكم أخير تطورات ماوي وكي خرق كي واحد هذي جينا بكي جابه مدين بعته كاميوات وهكذا وكارات رحنا سوق هراس لأولا سوق هراس سوق هراس وقعت مشكلة تمام باللي اكتشف وقالوا باللي الجيش مايدخلش بالسلاح للمدن سيدا دير دعوة مايش وتحركت الحالة جماعة الولايات الثانية جاولين الحدود بشي ضربون شكلهم الولايات الثانية الولايات الثانية صوت العرب الله يرحموهم صوت العرب كان موبني در صوت العرب كان ضد قياجة الأركان وكان وقاف مع جانب بلش بخد الحكوم هو إنسانية غلط هذا ما كان كان جزء من الحكومة الولايات الثانية جزء منها نضم ربح بلوصيف لا بحبار سيد غدرو بحبار عنصف كان بعض ضباط الولايات الثانية خالفوا ببني در وانضموا قياجة الأركان أنا شاء أنا تم على كل حال أنا بحك حل غاص وصلنا أنا جيد في السيكتور تعين عين عين تحت سقراس كنا دو جراحين لأ النبا كين وحل في الالج تم جاونا تعال الولايات ثانية طبا وقعدنا أسبوع هدي هما من وحما من ونشوف وصراش مشاكل بين تلك يعني طبعا يعني ما سمحولكمش بالمورور ما مش ما سمحوناش لا الأمر تعال القيادة خليك ما ساهم لي هنال المشكل آخر المشكل الجنيرال تعال فرنسا اللي تم قال لهم نورد آه نعم ما ميش هما جاوا بشي ما يداربون على كل حال مالا كان معي واحد المجاهد هذا مجاهد من يعني ربع وخمسين من الأولين الحروش يقولو الدراجي كان هو قاعدين لا وياه بس ود تعال على كل حال ويسلم هادي هادي في حياتهم احنا المجاهدين تعال ويليه تانية منحيل واحنا منحيل قلت لوسي الدراجي نروح نشوفهم قلت لهم ادريس وش بيك هنو جاين يداربون حتى نشوف القيل قلت لهم يوسي الدراجي لك المجاهدين صح ما يداربون اش وإلا كان الفورس لوك كما يقول لا ما يقدرش التدريب تعال ما يقدر شي يمنع همون اطلع اسكت هيدا وقال هيا طلعنا في زوج هزين السلاح وطلع وصلنا ثم احدو كيشفناهم والعسكر بيناتنا كيف فتنا العسكر عسكر كننصيب بيناتكم اي بيناتنا في واحد المدرسة عاصرين عليها كيشفونا فتنا العسكر نقزوهم وكل واحد يحكم بلاستو حنو ندرنا السلاح وطلع ما كذا قد الوقف يطلعون نجنة طالعين وحاكمين كده وبعد كيشفونا هكذا فنردوهم وقعدوا اول واحد نوصل لهذا الاول نعرف يعني عرفة جيدة جيدة من العين نسابنا نسابنا افلان 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 قالوا نحنا ما قالوا ناش هكذا قالوا ناش هكذا المهم هو غدوة ما تلقونا شهنة وفي عندنا غدوة صباح تحدثوا معهم عراح من تم مشينا ل القانمة ومن تم نقصمتين صمتين عدينا في نص عبطنا الميلة ميلة كان مشكل تم صفينا وجينا للصطيف مصطيف للمقرة البوسعادة الوسارة البخارة يعني انت كنت في القوات التي كانت لدخلت العاصمة عن طريق منطقة عيو السارة كانت الولاية الرابعة التاريخية منعت جيش الحوثيم من دخول إلى العاصمة وكانت في منطقة مقور من منطقة قرب قصر البخاري كانت معارك شديدة يعني معارك عنيفة اكيد الفيلقة تحكم القوات شاركت فيها كل مجاهد نتحدث ما يتربوا من رواية ما وقعه في مقور كانت قوات الولاية الرابعة نظن يقودها لخضر البرقعة على ما أعتقد لا لا هو الخطيب نطلق خطيب قائد الولاية كاملة ولكن كانتiquement وكانت منطقة تسعين الحجد كان يوسف بن خروف كان رمضان ورمضان في منطقة شلف وكان لخضر البور ركعة في ماذا وقع في مقردو لقصر بوخاري وحما لما خرجنا من بوسعادة خرجنا للطريق باش ننجي وجابونا للشاباء الكشافة ولبنات والطالبات تعال المتوسط نعم احتفانية لا مش احتفان حطوهم في الطريق باش من عديوش السكن بوسعادة لا لا الطريق مش بوسعادة مش المنطقة بالضبط فبين بوسعادة ووسعادة لا مش بوسعادة بوسعادة مدار اول بوسعادة كانت الولايات السادسة اه سادسة مدار قعدنا تسمى يعني في حدود الولايات الرابعة اه عندك نسمى بعد نزلنا احنا وقعد نداول بدك راح تحاجة نسمعوا الولايات هدوك يقولوا اخويا هدو يا عذرو العربية هدو وقالوا انه جهيش اخر هدو اكثر من فرنسا هدو كان عندنا المحافظة السياسية كان الله يرحمه وتوفى بسكرا التارزي وقالوا التارزي ها موش يقولوا الشباب هو قاريب في الزيتون يعني نعم ونضلها بالشعر والقرآن هما كانوا يضمون فرنسيين يعني يقولون هم تيش فرنسا ضبط فرنسا وعسكر فرنسا هكذا جينا متن نادو دري هذيك نادو راحو جينا مباشرة البخاري البخاري لكان كل جيانين من الصحراء تلقى مرشي مرشي تاع الناس هذو تاع الحيوان والزراع وكذا وحنا دخلنا هذوك ليه قعدنا وصلنا جويه الربع ونصف تاع الصباح دخلنا تما باها احنا سجلنا الأمور وكذا وهكذا مركزتو يعني ايه وجبل فوقنا هكذا ويبدأ ونا تما باها اه اطلق النار اطلق النار والشعبي يعني الاسف الشعبي جاب النافتاء الماكلة والحم ودنيا وهذوك ضربوا هنا احنا ضربوا واحد من الدوسات هكذا هكذا فوقها طلعنا احكم لهم خبطناهم لهم نحن هنا هم سلاحق ونحن هم روح تفوقهم يعني ما كانش معارك كبيرة في لا لا هذي جاي اعتا بعد بعد في في البراش ما عليك اللي تروح ل اه باش تجير الأمام من كي تروح للحاس الجهالين والجهي البروضية حكموا جبل هذك مقلنا اه وضربوا صح ضربوا وضربنا احنا وشي كيمة ضربوا كانت فيها ضحايا ضعيدة شوية هم هم بعض روية تقول بالعشرات وبالطرفين يعني لا من الطرفين بصحبك يعني يعني انا في جيتنا مرحن مات تبليسة هذه الهين ما نعرف استعملت فوق الهاول لا 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 فقط السلحة رشاشة ثقلة ما نعرف عنذك عنذك بعد جاءوا 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 مدين وجاءوا هذو القيادة بتاع هذك ما المخاري الهنا نعم البراشمع ذك اللي تروح لحات الصحراء ولي جاءوا البرواجية جاءوا في اللي كوكير وجاءوا وهم تبعوا ومشينا ولكن بقى الجيوب هذيك تتحارب يعني حبوي يكسروا بتاع التليفيزيو ومبعث في الطريق بتاعكم ثاني استمر يعني استمرت بعض منواشات في الطريق بعد البرواجية يعني استمرت ولكن يعني ما عندهمش مين بالضبط المنواشات هي سوطو في قصر في وسمو فتجين التحتانيات اللي ديجي على الطابلات آه هذك القوات الأخرى وقبل البرواجية نعم صارت ثم بعد المدية كالحقت المدية بين المدية والبليدة ما كاشكين مشي نقول لك مدية 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 وبليدة يعني تشوف تشوف الكارمة تاع الشعب الجزيرة يعني هذا في بليدة شوف كنا بلك ربعمية ولا خمسمية واحد نعم تاعب مبول عيد هذا كان غير ذروه جديد الحي الجميع نعم نعم ها شو صندتهم شوف كل مامبة نص ساعة ساعتين كان الجميع كل موزع على الديار هذه وتعشينتهم وكل شو وزغريت وفراء يعني ما ما كانتش كان حزازات ما كانتش ما كانش يعني ما هنا العاصمة كي وصلنا العاصمة دخلنا على قصر البخاري اه عفونا على بير خادم حنا ندخلنا على بير خادم وكي جميع دخلوا على ليزي سيرمان انت بعد الاستقلال ما ما خضيت حتى منصب ما بقيت في الجيش يعني هل تمرت أنا في الوصي عام 62 تمرت ما سبب تمردك ها طبعا تشبح واجه ما تقبلها هل تمرد انت شخصي ولا تمرد كم لا 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 بدون تنظيم لا 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 ما ندين هاش ما ندين هاش مسببات تمرد وتعاك وغضب لحكمك شوفوا يعني واحد كما قال واحد يسرق قدامك واحد جاجل واحد يدير هذي وقلت حقك رايح والثورة تشوفيها رايحة ما رحت 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 اهربت لسكيك ده قعد تسمعهم بعد جيت قلت لبساعتيني الى ورقة تعير وروح ما قلتش ورحت طاوقت تسريحه اه طاوقني هذيك وين رحت بعدها رحت لسكيك ده عاود تدرس وليت الدراسة تاعك وليت العمل المشكلة المشكلة وليت في اسمه في الماكلة نعم نعم يعني ما تخدمش وما كده الحق أصبرت يعني وراحت تديني زعم هكذا الناس يروحوا بالكارديد انتيتي لفراصة اه ما فكرت تدرس نروح نشوف البابور هكذا نقول انا نروح لفراصة نقول لي نعم وقعت واحد الشهر هكذا بعد فرج ربي وانتا وين تماتا انضمت الى وظيفة رئاسة جمهورية في اه اخر ستة وسبع سبع سبعين ستة وسبعين ستة وسبعين واني ادبيني السناتور وبديت ومبعد طلعت في القراد اه عاودت تاعد وليت للدراسات تاعد لان الدراسات قبل درس في الجامعة اه لازلت هنا درت في معدة في منع كنون زي ماجستير ولكنك يجال ايرهاب هذي كرح كل شي نعم في رئاسة جمهورية واشو القطاع اللي كنت فيها يعني يعني تنظيم الخارجي الشعب وفي كل يعني حددنا بالضبط المهام لي كنت ممكن لأكبر المهام اللي كنت مكلب بها في وقت بومدين او في وقت شديق جديد واشو نقول لكلام مانيش مانيش كي ما قال عندي مديرية هذي عاما ندير واشو نحب كل واحد يعني ما تقول شرف المخابرات ولا في هذي اعراك ما ما ركش تحدد دلنا بالضبط اكتر تهرب من السؤال اه لا شو اه اكتر تهرب من السؤال بلضبط واشن هاذا المديرية اللي تخدم في كل شي اه لماذا المبعد كي دخل سمان الجماعة كل هوفمار لقيت وتم اه استاذ تاك يعني اه يعني العربي بالخير لقيت وتم سمقته سمقته عربي بالخير كانت عندك علاقة سابقة مع هذي كانت ترجيش معك كان مانا لا لا في التدريب كان هو يدرب فينا والبطيون كان فيه هم 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 بعد كي اه اه واحد عطوه شاف شافد بطعين هو اس اه نعم هو كبالثاني اه يعني ست عقون عقون احبد هذا الشاهد اه الشاهد عقون اه اه اعتقد انه الشاهد الواحد من ضباط الفاردين يعني سي كاين وحقيقة كاين جرحى نعم كاين رفيق بن سالم بن سالم وملك كاين نقصد شوف بن سالم ونطرش كانوا من المجاهدين داخل البلاد لا 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 صح اه هذا هو نقصد هربوا بالتكهنا بعد ما خرجوا بعد ما خرجوا سلاح وغنموه وقتلوا الفرنسيين يعني من الداخل أما الضباط اللي انضموا من الحدود وبقوا في الحدود هذو فرقوا بينتهم بالشريف وبن سالم والطرش كانوا من الضباط اللي انضموا لداخل الثورة يعني الجبال داخل البلد يوسف لطرش نعم وأسبح لي من ذلك هذه يوسف لطرش كان هو المنسق تعمل المعملية هذه تعمل سوق هراء سكر نعم نعم في رئاسة جمهورية ممكن تقولنا تانا نشوف يكبلي ما كش حب تتكلم في لك المرحلة مع النورة يتجاوزة 30 سنة وواجب التحفظ ينتهى معها من شعب لا تتكلم لي كش هادثة كتت ساهمت فيها أو ميلف كتت ساهمت فيها أنا أبو الله أبكري على كل حال كان مرات انغامر وره واحدين شوفوا كل شي كنت تقصد مع المواطنين كانت تعود مشكلة عن مواطن ولا تدر الوطن ولا كذا كنت ما نخبر للدرك لا شرطة نذهب لنا وحدين شوفوا ودير تقرير الرئاسة لا ندير تقرير ولا نفدة نعم كانت عندك صلاحية تنفيذية صلاحية يعني يقول لها الأمير العام هاو واشكال واشكال تم 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 ما حبيش تسططينا لماذج هالأقل حاجاتك مهمة خليك هش نهار يعني شوفك تتحرك واحد جبته ارهاب لي جبته رحت ليه وجبته آه بعد بداية خلي وهمة الرخل شون هذا بوي علي ولا شكال اوه بوي علي كان جاري يعني ماذا علي لكن اللي خرجت شوية شو من نخرج في وقت كما الإرهاب كبير في التسعين بالضبط خريب الدومي ها نعم فترة يعني فترة الإرهاب كانت عندك دور وانا حقيقة عندي معلومة أنه كان عندك دور ووساطة بين بعض المجموعات أو عناصر الإرهابية اللي كانت مغرر بها كنت توسطت للتسليم المفاسعة وعودتها إلى الحياة المدنية لا حتى نتأكد باشا الروح وحتى كما قلت الوسمو القادة تعالى الإرهاب تعالى الجمعية ماش تعالى ما نقولوش إرهاب نعم تلاقي تهم وفي كل وقت وفي وقت نرح لهم نرح لهم لأي مكان واش ملا هذي ماشي جيه هذي تقصد لا ياسا الجيش رمي للنقاط ماشي جيه كائن سياسيا وكائن أخرين ها نعم كنت تلتقيهم تلتقيهم بتطوع منك أو بتكليف من زروال ولا من لا لا تلتقيهم نعم نعم أنت قاعدت في وقت كافي ولا لا لا قبله اه لا لا قاعدت في وقت كافي وبوضيف نعم بوضيف في الأول نعم نعم كافي لول لا لا بوضيف ثم كافي نعم أعرف أنه كيت وفى يا خلي جاء معاه وما جاء مع بعضهم نعم نعم يعني ثم انت خطرت تقاوت أم أقلت ولا أبعدت لا 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 العكس لا قصد انت خطرت تخرج للتقاوت أم المجموعة الجديدة رفضتك لا لا هما جمعت بوضفريقة وجمعتهم يعني ما 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 كانوا رفضين وجودك لا هما رفضين وجود كل يعني جابوا فريق عمل جديد هكذا نعم هما جايين بهدف ولازم بالهدف ينفدوه و والذي يشكوا فيه شوية خالف هم يبعد التقاوت أو كش منصب معرضك شعلي كش رشو منصب مش كونة انتهى يبعدوك مجلئة الجمهورية كنت إيطار سامي لا 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 معرضوش هالك ما معرضوش تقاعد مباشرة حالة تقاعد لا واحد تقاعد يعني من الأخلاق تعالى واحد يعيط لك نعم عفلان مهامتك ما عيطولك موله مباشرة لا عيطول يعني وبشي شعرك يدين هالرزمة شخصة كل ما عيطولهم يعني دلوهم في الجريد أنا باشا ما رحش لهم بساح واحد صديق قال لهم لا غير هذا لي ما تخرجوش واحد نعم كنت سامع اه هنا كنت سامع باللدار مرسوم بشدك سافة الحديث معك شيق معنى رغم أنك بعد الاستقلاب بدت تتحفظ على الإجابة وتحاول ما تتحددش لا 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 ربما يأتي اليوم ونحاول نطقك أكثر لأنه التاريخ بعد مرور ربع قرن ولا يصبح تاريخ خارج خارج واجب التحفظ يعني غير معني غير مقيد بواجب التحفظ بعد ربع قرن يعني أو أكثر ثلاثين سنة يعني منذ خورش كالتقاعد الحاج رمضان والحاج إدريس شكرا جزيلا الله يبارك شكرا جزيلا على صبرك على معلوماتك التي أفتنا بها وإلى لقاء ربما في فترة في مرحلة مقبلة نشكركم مرة أخرى ونشكر مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام إلى لقاء آخر وإلى حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا